اشتركوا في القناة وعلى الشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاف في ظل قيادته الرشيدة واشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالنهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها الامارات وبمواقفها المشرفة لجانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف الظروف والمحافلة الاقليمية والدولية اقدمت قوات المنطقة العسكرية الاولى على محاصرة مكان اقامة فعاليات احتفالية باليوم الوطني الاماراتي في مدينة سيئون بوادي حضراموت وقالت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدريات وادي وصحراء حضراموت ان قوات المنطقة الاولى حولت مكان اقامة الفعالية لثكنة عسكرية كما اخرجت المنسقين والمشاركين في الفعالية بقوة السلاح وحملت الهيئة قوات المنطقة الاولى المسؤولية الكاملة عن تداعيات منع الفعالية بطريقة تعصفية ورغم انها مصرحة من قبل السلطة المحلية وبرعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني في مدينة المكلة معرض الصور الخاص بمساهمات دولة الامارات تزامنا مع احتفالها بعيد الاتحاد ويتضمن المعرض صورا لقادة دولة الامارات ونبذة عن المساهمات الاماراتية في المجالات العسكرية والامنية والخدمية والتنموية والانسانية والاغاثية بحضر موت الى جانب النهضة التنموية التي شهدتها دولة الامارات في ظل قيادتها الرشيدة افاد مرسلنا في ابيان بانفجار عبوات الناس فاستهدفت القوات الجنوبية المشاركة في تأميم مدرية المحفد وتسبب الانفجار باستشهاد جنديئين من القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق ادى وتشهد مدريات شرق ابيان منذ تحريرها من الجماعات الارهابية والتخريبية ارتفاعا ملحوظا في عمليات التفجير التي تسهدف القوات الجنوبية نهاية الموجز للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة